لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساء مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعندما حلقتنا نهاردة الأصهر الشريف ينشر الإلحاد بين المسلمين وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت أن المعتزلة والجهمية هما اللي بيقولوا أن الله مش بيتكلم وكلام جهم حكم عليه الحنبلة أنه إلحاد لأنه بينفي الصفات وشفنا أن المعتزلة جهمية والأشعر جهمية والكلابية جهمية ليه؟ لأنهم بينفي الصفات والشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب أكد المعنى ده بنفسه والشيخ الجامي أكد لنا أن العقيدة الأشعرية أنها شبهة والأصهر أشعري وعقدته شبهة وشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب قال أنا حتى لو نزلت بالمسهب الأشعري للعامة لا يفهمونه ونرجع لكلام شيخ الأسهر إن محدش هيفهم المسهب الأشعري وللمرة التانية من خلال البرنامج ده أنا أكرر صرخة زي صرخة الشيخ الأسهر الأسبق الشيخ شلتوتو أوجهها لغولات الحنابلة الوحابية زي ما سماكم شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب الاسم ده لغولات الحنابلة الوحابية مش من عندي ده اسم سمايه شيخ الأسهر وعلى رأسهم هيئة كبار العالماء في السعودية وقل لكم يا تلحقوا يا ما تلحقوش لأن الأسهر وشيخه من كتر مضلل الأغلبية الكبرى من المسلمين في الدولة الإسلامية بمسهبهم الفاسد والمفسد المشبوه بقية الناس مش بيميزوا بين الكفر والإيمان والإلحاد والدين وأكيد أن السبب الرئيسي في انتشار الإلحاد بين شباب المسلمين هو الأسهر لأنه بينشر مسهب في حقيقته الكفر والإلحاد وإنكار وجود الله أو إثبات وجود إله أو إثبات وجود الله المجازي والكلام ده مش من عندي طبعا أنا بتكلم كلام حقيقي بحرف وصوت مش كلام نفسي اللي معناه كلام بس من غير كلام اللي بيثبته الأسهر وشيخه كصفة لكلام الله ده بيقوله شيخ الأسهر بعض مثل لسانه وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي المسهب الأسهر باختصار ويعني خلانا إحنا بنذكر به لأنه هو موجود وموجود مش عنا بنخلقه ولا بنستدعيه هو موجود بالفعل كسلوك متجزر في النفوس الأمة الإسلامية وفي سلوكها وزي ما شفنا شيخ الأسهر بيقول المسهب الأسهر باختصار اللي خلانا إحنا بنذكر به لأنه هو موجود هو موجود إحنا مش بنخلقه ولا بنستدعي هو موجود بالفعل كسلوك متجزر في نفس الأمة الإسلامية وفي سلوكها يعني المسهب الأشعاري المشبوه واللي هو عبارة عن نفي صفات الله بيساوي الكفر والمسهب الأشعاري المشبوه بيساوي الإلحاد والمسهب الأشعاري المشبوه بيساوي أو معناه هو يدعو لإله مجازي أو إله عدم مش موجود المسهب الأشعاري المشبوه بيساوي أو معناه بيقول إيمان الأنبياء وإيمان إبليس واحد وطبعا حاجات كتير قلناها في الحلقات اللي فاتت على ان المسهب الاشعاري متجزر في نفوس الاغلبية الكبرى في الدول الاسلامية كسلوك يعني الالحد والكفر ونافي صفات الله وعداوة الله والاسلام بقيت طبيعة عند الغلبية الكبرى في الدول الاسلامية وطبعا بسبب ايه بسبب الاسهر وشيخه اللي بينشره المسهب الاشعاري المشبوه واللي اتفجئنا ان الشيخ الجامي فاكر ان الخطر على طلاب الاسهر وخلينا نشوف مع بعض الشيخ الجامي هيقول لنا اين في الفديو واللي جاي السيما شفنا الشيخ الجامي بيقول الشبهة ان يرى طالب العلم مشايخه ويدفعون عن العقيدة الاشعرية وجود مشايخه شبه للطالب لأنه يتأثى بهم ونكمل كلام الشيخ الجامي عشان نعرف ايه حكم طلاب الأصهر اللي خداعهم الأصهر وشيخه ومشايخهم الطلاب الأبرياء المساكين اللي وثقوا في الأصهر ودرسوا مناهج الأصهر على انها المناهج الإسلامية الصحيحة وانها تمثل الإسلام بينما الأصهر الشريف كما يقولون على رأي الشيخ الجامي بيوديهم النار وبيدرسهم الكفر والإلحاد والزندقة والحلول والاتحاد وصب الله وصب الرسول والكذب على الصحابة والسلف هل يحكم او هل حد ممكن يقدر يحكم على هذه الحملان الوديعة بينكم سين يعني طلاب الأصهر البريئة بالكفر ولا في عذر ليهم نداء للطلاب الأصهر اسمعوا الشيخ الجامي وهو بيقول لكم ازاي تعودوا للإسلام الحقيقي لأنكم من الآخر مرتدين عن الإسلام زي ما قال الشيخ الجامي قبل كده وخلينا نشوف مع بعض سيقول لكم ايه في الفيديو اللقاء خبر الرسول الله تخبر الله قوتيت القرآن ومثله معه لأنه لا ينطق عن الهوى من اترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قد اترض على الله الاتراض على الله إذا تعمد الإنسان وزي ما شكنا الشيخ الجامي بيقول خبر الرسول خبر رسول الله كخبر الله قوتيت القرآن ومثله معه لأنه لا ينطق عن الهوى من اعترض على رسول الله فيما صح عنه فقد اعترض على الله الاعتراض على الله إذا تعمد الإنسان ده بيكون ردة يعني الله يقول عن نفسه أنه رحيم ورحيم ملحاش غير معنى واحد أنه بيرحم يعني رحمة حقيقة لكن أنتوا يا طلاب الأسر بتدرسوا أن الرحمة دي مش حقيقة أمور الرحمة دي إيه خلينا نرجع لحلقة رقم 38 وكانت بنوان ابن حجر وإله لا يرحم ولا يخضب وناخد منها مرجع نفتكر نفتكر مع بعض تفسير الرحمة بإيه من خلال صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن صورة الفاتحة سموية أم الكتاب يقول لنا كده قال الحفظ بن حجر في كلامه على مقدمة كتاب تفسير قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة والرحمة لغة الرقة والإنعطاف وعلى هذا فوصفه بها تعالى مجاز على إنعامه وعلى عباده وهي صفة فعل لا صفة ذات يعني أي طالب في الأسهر بيسمع الحلقة دي هي ديع قطك الأشعرية المشبوهة ودي نقلا عن أحد أئمة الأشعر اللي هو ابن حجر اللي بيقول لك إن الرحمة دي فيها عواطف ورقة والله يتنزه عن الرحمة الحقيقية لأنها ضعف وشفنا في الحلقة اللي فاتت إن الشيخ الجامي بيصور لينا إن العقيدة الأشعرية المشبوهة موجودة في قاعدة التعليم فقط وإن ما فيش حد بيتأثر بهذه العقيدة الفاسدة المفسدة إلا طلاب الأصهر أو طلاب العلم في الأصهر يعني وأكد لنا شيخ الأصهر إن العوام من الناس مش فهمة حاجة وإنه لو نزل بالمسهب الأشعاري للعامة لا يفهمونهم وإن المسهب الأشعاري ده مش مفهومه إنه موجود بالفعل كسلوك متجزر في نفس الأمة الإسلامية وفي سلوكها سبحان الله المسهب الأشعاري متجزر ومحدش فهمه وكان سؤالنا لغلات الحنابلة زي ما سماهم شيخ الأصهر إنتم سكتين لي على الأصهر وشيوخه وخصوصا إنه بينشر مسهب في حياته الكفر والإلحاد وإنقار وجود الله أو إثبات وجود الله المجازي وخلينا نبتدي مع الفيديو اللي جاي لشيخ الأصهر وأحسيسه في العقيدة مش عارف حكايته إيه مع العواطف والرقة والأحسيس شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بينفي إن الله يتكلم حقيقة ليه؟ لأن شيخ الأصهر يعني حاسس وعنده أحسيس وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي لأن الحس يحكم بأنها مخلوقة وزي ما شفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب يقول لأن الحس يحكم بأنها مخلوقة بمعنى إيه؟ فإحساس شيخ الأصهر قال إنه القرآن مخلوق وابن حجر بيقول لا ربنا ما عندوش رحمة حقيقية لأن الرحمة دي عواطف وأحسيس وإحنا ربنا مش حساس مش بتاء حسيس يعني طيب إيه الكلام ده يا طلاب الأصهر؟ هل هي دي المناهج اللي أنتو بتدرسوها في الأصهر؟ طبعا ده تحريف العقيدة يا طلاب الأصهر أنتو كمان شركاء مع الأصهر وشيخه ومشيخه في التحريف ده بتحرفوا في الإسلام وتقولوا إن ده هو الإسلام الصحيح وتفتخروا بالإسلام المحرف اللي بتدرسوه وتنشروه في كل الدول الإسلامية طبعا الإسلام المحرف بالنسبة ليكو هو المذهب الحقيقي واللي بيعكس الإسلام وشيخ الأصهر بيقولها بكل وضوح وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي البحث عن المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود ومذهب قادة المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية وزي ما شوفنا شيخ الأصهر بيقول المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود ومذهب قادة المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية وطبعا المذهب الأشعري بيقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية إلى الرد وخلينا نشوف تعليق الشيخ البراك على كلام ابن حجر اللي هو مسهب الأصهر اللي هو المذهب الأشعري المشبوه الشيخ البراك بيقول مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة عن الله تعالى وحمل ما ورد في ذلك على المجاز وتفسير الرحمة من الله عز وجل إما بإرادة الإنعم أو بالإنعم وهذا جمع بين التعطيل والتحريف وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم تعطيل وتحريف اللي ينفي حقيقة الرحمة عن الله ده معطل ومحرفياه شيوخ وطلبة الأزهر ودلوقتي أنا أعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة إحنا بنا شوفنا في حلقة النهاردة الشيخ الجامي بيقول أن خبر رسول الله كخبر الله وطيت بالقرآن ومثله معه لأنه لا ينطق عن الهوى من اعترض على رسول الله فيما صح عنه فقد اعترض على الله والاعترض على الله إذا تعمده الإنسان ده بيكون ردة ردة يعني اللي أول صفات الله على غير حقيقتها محكم عليه بالردة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول الحس يحكم بأنها مخلوقة في إحساس شيخ الأزهر قال أن القرآن مخلوق ابن حجر بيقول لأ ربنا ما عندوش رحمة حقيقية لأن الرحمة دي أحاسيس إحنا ربنا مش حساس مش بتاع أحاسيس والشيخ البراك رده قال مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة عن الله تعالى وحمل ما ورد في ذلك على المجاز وتفسير الرحمة من الله عز وجل إما بإرادة الإنعام أو بالإنعام هذا جمع بين التعطيل والتحريف وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم والتقي بيكم في الحلقة القادمة مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أنت ما نقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المسا